السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الألبان بإذن الله إن شاء الله في البداية عايز أفكر حضراتكم أن احنا أخذنا لغاية الآن تلات حلقات الحلقة الأولى كانت تحت عنوان الاشتراطات الواجب مرعتها عند إنشاء معامل أو مصانع الألبان الحلقة الثانية كانت تحت عنوان تكنولوجيا الجبن الحلقة الثالثة كانت تحت عنوان الخامات الدخلة في صناعة الجبن النهاردة بإذن الله إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن الحلقة الرابعة وهي تحت عنوان خطوات صناعة الجبن أتشيدر الرأس أنا قلت خطوات صناعة الجبن أتشيدر شرطة الرأس لأن خطوات صناعة الجبن أتشيدر هي نفس خطوات صناعة الجبن الرأس فيما عادة بعض الخطوات أثناء عملية الشرح هنوضح إن الخطوة مثلاً رقم سبعة موجودة في تشيدر وغير موجودة في الرأس في الأول عايز أقول لحضراتكم إنه أي خطوات صناعة لابد وأن يراعى فيها الترتيب لابد وأن يراعى فيها الترتيب يعني ما ينفعش خالص إن أنا أتكلم عن خطوات صناعة أي حاجة وأدم خطوة عن الخطوة اللي قابليها أو أأخر خطوة يراعى الترتيب لأنه ممكن ييجي في الامتحان ويقول لي رتب خطوات صناعة الجبن الرأس الآتية ترتيباً صحيحاً إذن عملية الترتيب عملية مهمة ويجب أن تراعى أثناء عملية الصناعة نبدأ الحديث عن خطوات صناعة الجبن أتشيدر أو الرأس أول خطوة إن شاء الله بإذن الله هو استلام اللبن طبعاً من المعروف عند صناعة أي نوع من أنواع الجبن لابد أن احنا بنعمل عملية استلام للبن احنا بنستلم اللبن حضراتكم وبعد كده بنعمل حاجة اسمها اختبارات اللبن اختبارات اللبن ديت أنا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن اختبارات اللبن اللي هو اختبار الوزن النوعي اختبار الحموضة اختبار نسبة الدهن وقلت إن الوزن النوعي للبن بيتراوح من واحد ستة وعشرين من ألف إلى واحد ستة وثلاثين من ألف بمتوسط واحد اثنين وثلاثين من ألف واتكلمت مع حضراتكم برضو عن حموضة اللبن وقلت إن حموضة اللبن الطبيعية بتتراوح من أربعتاشر من مية إلى ستاشر من مية في المية واتكلمت عن نسبة الدهن في اللبن وقلت نسبة الدهن في اللبن البقري تلاتة لستة في المية بينما تتراوح نسبة الدهن في اللبن الجموسي من ستة إلى تسعة في المية إذن أول خطوة من خطوات صناعة الجبن أتشيدر هو عملية استلام اللبن الخطوة الثانية بعد عملية استلام اللبن تعديل تركيب اللبن وهنا بنعمل عملية تعديل لتركيب اللبن بإن أنا أرفع تركيز نسبة الدهن في اللبن أو أخفض نسبة تركيز الدهن في اللبن يعني لو أنا عندي لبن نسبة الدهن فيه وليكن اتنين وتلاتة من عشرة أو تلاتة في المية وأنا عايز أرفع نسبة الدهن في اللبن فأنا أضيف قجدة علشان أرفع التركيز من تلاتة إلى أربعة في المية لو العكس بقى لو أنا عندي نسبة الدهن في اللبن أربعة في المية وأنا عايز أخفضها إلى تلاتة في المية فأنا أضيف لبن فرز وبالتالي أنا كده بنزل التركيز إذن الخطوة رقم اتنين تعديل تركيب اللبن وعرفنا أننا أعدل تركيب اللبن إزاي؟ أننا أرفع نسبة الدهن أو إزاي أنا أقلل نسبة الدهن طيب إيه هو أهمية أو إيه هي الغرض من عملية تعديل تركيب اللبن؟ ليه أنا أعدل تركيب اللبن؟ أنا أعدل تركيب اللبن لعدة أغراض الغرض الأول هو المحافظة على الدهن من الضياع ثاني غرض توحيد صفات الجبن على مدار العام ثالث غرض هو انتاج جبن مطابق للمواصفات القياسية يبقى اول خطوة من خطوات صناعة الجبن تشدر هو استلام اللبن وعرفنا احنا بنعمل ايه في استلام اللبن من خلال اختبارات التي تجرى على اللبن سواء كان اختبار الوز النوعي او الحموضة او نسبة الظهر الخطوة رقم اثنين اللي هو تعديل تركيب اللبن وعرفنا ايه هو الغرض من خطوات او من تعديل تركيب اللبن بعد كده يبقى بالنسبة لي تعديل تركيب اللبن زي ما قلت لحضراتكم اول حاجة المحافظة على الدهن من الضياع في الشرش تاني حاجة اللي هو توحيد صفات الجبن على مدار العام او مدار السنة بعد كده انتاج جبن مطابق للمواصفات الخطوة رقم ثلاثة بنعمل عملية بسترة للبن في الاول خالص انا عايز حضرتك تعرف انه عملية البسترة ايه هو المقصود بعملية البسترة عملية البسترة المقصود بها هو تعريض جميع جزيئات اللبن لدرجة حرارة معينة ولمدة معينة تكون هذه الدرجة كافية للقضاء على المايكروبات المرضية ودون الامساس بخواص اللبن يبقى البسترة ان انا اعرض اللبن لدرجة حرارة معينة ولمدة معينة طب ايه هي انواع البسترة انا عندي ثلاثة انواع من انواع البسترة عند البسترة البطيئة عند البسترة السريعة عند البسترة الخطفة احنا بنعمل عملية بسترة للبن الداخل في صناعة الجبن الشدر على درجة حرارة 63 درجة ماوي لمدة نص ساعة طيب زي ما تعودنا كل خطوة بنتكلم عن الهدف أو الغرض أو أهمية هذه الخطوة إيه هو الغرض من بستارة اللبن أول هدف أو أول غرض هو زيادة نسبة التصافي زيادة نسبة التصافي تاني حاجة اللي هو القضاء على الميكروبات المرضية ومعظم الغير مرضية إذن البستارة تجرى على درجة حرارة 63 درجة ماوي لمدة نص ساعة والغرض من عملية البستارة زي ما حضرتكوا شايفين معايا قتل الميكروبات المرضية والغير مرغوب فيها تاني حاجة اللي هو زيادة نسبة تصافي الجبن الخطوة رقم 4 تسوية الجبن أو إضافة البادئ احنا اتكلمنا قبل كده في أسس تقسيم الجبن وقلت أن أنا عندي 3 أسس لتقسيم الجبن وكان من ضمن هذه الأسس هو تقسيم الجبن على أساس عامل التسوية وكنا قلنا أنه عامل التسوية قد يكون فطر وقد يكون بكتيريا أنا هنا بأضيف البادئ بغرض تسوية اللبن علشان أرفع الحموضة بتاعت اللبن استعدادا للخطوة الخامسة اللي هي عملية اللي هي التجبن إذن الخطوة رقم 4 تسوية اللبن المقصود بتسوية اللبن هو إضافة البادئ الغرض من إضافة البادئ زي ما حضرتكم شايفين زيادة درجة حموضة اللبن أو الخسرة يعني بعد كده سرعة التجبن الإنزيمي بعد كده الخطوة رقم 5 اللي هو إضافة الملون إذن الخطوة رقم 4 تسوية اللبن المقصود بعملية التسوية يا أولاد هو إن أنا أضيف البادئ تمام؟ أو الخميرة اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده وقلت إن البادئ ده هو عبارة عن مزرعة نقية ناشطة من المايكروبات المنتخبة والمفيدة لإعطاء صفات مرغوبة ده بالنسبة ليه المقصود بالبادئ أنا كون إن أنا أضيف البادئ يعني أنا بأعمل عملية تخمر للبن عن طريق بكتيريا حمض اللاكتيك اللي بتكون موجودة في اللبن بعد كده بنشوف الغرض من عملية إضافة البادئ إن أنا أرفع درجة الحموض والغرض الثاني سرعة التجبن الإنزيمي لإن أنا دلوقتي ضفت اللي هو البادئ بعد نص سعب الضبط المفروض الخطوة رقم 5 إن أنا بأضيف المنفحة فالنص ساعة ده هي بتؤدي إلى رفع درجة حموضة اللبن الخطوة الخمسة بعد كده قبل عملية إضافة المنفحة إن إحنا بنضيف الملون أو الأناتو وإن شاء الله بإذن الله في نهاية الحلقة معنا فيديو حيوضح كل الخطوات اللي إحنا بنعرضها لحضراتكم فنعايز وإحنا بنسمع اللي هو الجزء النظري نركز علشان لما نيجي نعرض الفيديو في نهاية الحلقة نطابق الجزء النظري بيه اللي هو الفيديو وبالتالي نفهم أفضل وأحسن إن شاء الله الخطوة رقم خمسة اللي هو إضافة الملون الملون ده برضو أنا تكلمت مع حضراتكم فيه قبل كده اللي هو الأناتو وقلت ده عبارة عن صبغة تمام؟ بيكون لونها أصفر مائل للإحمرار ويتم استخراجها من بزور نباتات تنمو في المناطق الاستوائية تمام؟ طيب أنا ليه أولاد بضيف البادئ؟ إيه هو الغرض من إضافة البادئ؟ إن أنا أوحد لون الجبن على مدار العام توحيد لون الجبن على مدار العام وهنا ممكن ييجي سؤال زي ما قلت كده فيه امتحان آخر العام ويقول لي علل إضافة الملون عند صناعة الجبن الجاف يبقى الغرض من إضافة الملون هو توحيد لون الجبن على مدار العام الخطوة رقم ستة اللي هو عملية التجبن طيب أنا عايز أعرف إيه في عملية التجبن إيه هو المقصود بعملية التجبن التجبن المقصود به هو تحول اللبن من الصورة السائلة إلى الصورة المتماسكة الهلامية يعني كل حضراتكو عارفين شكل اللبن في الصورة السائلة لما يحصل له عملية تجبن حيتحول من الصورة اللي حضرتك عارفها اللي هي الصورة السائلة إلى الصورة المتماسكة الهلامية يعني حاجة كده شبيهة بالجلي أو بالزبادي كده يعني حصل له عملية تحول من الصورة السائلة إلى الصورة المتماسكة الهلامية في بعض الطلبة يقول لي هو تحول اللبن من الصورة السائلة إلى الصورة الصلبة طبعا ده كلام خطأ ما ينفعشي أن التجبن بيكون في صورة صلبة لأنه في نسبة من الرطوبة أو المية في الجبن يعني في اللبن فعلشان كده احنا بنقول هو تحول اللبن من الصورة السائلة إلى الصورة المتماسكة وليست الصلبة طبعا الهلامية طيب ايه هي أنواع التجبن عندي أولاد تلات أنواع من التجبن عندي تجبن حمضي وعندي تجبن حمضي حراري وعندي تجبن إنزيمي إذن أنواع التجبن تلات أنواع تجبن حمضي تجبن حمضي حراري تجبن إنزيمي طيب ايه هي علامات تمام التجبن طبعا علامات تمام التجبن دي خطوة مهمة جدا وأنا عايز الناس تركز فيها برضو لأنه بيجي في امتحان آخر السنة ويقول لي أذكر علامات تمام التجبن يعني قل لي ايه هي العلامات اللي من خلالها أقدر أعرف إن أنا وصلت لي تمام عملية التجبن عندي تلات علامات زي ما حضراتكم شايفين أول علامة عند الضغط على الخسرة في أحد جوانب الحوت تنفصل بسهولة عند الضغط على الخسرة في أحد جوانب الحوت تنفصل بسهولة دي أول علامة تاني علامة عند غمس السبابة أو أصبع السبابة اللي هو الصابع ده بالضبط كده عند غمس أصبع السبابة في الخسرة ثم إخراجها تخرج خالية من بقايا اللبن العلامة رقم 3 من علامات تمام التجبن عند وضع راحة اليد اللي هو الكف بتاع اليد كده عند وضعه على اللبن بعد تمام عملية التجبن ثم إخراجه برضو بيخرج خالي من بقايا اللبن إذا أنا عايز الطلبة تركز معايا في علامات تمام التجبن لما يقول لي ايه هي علامات تمام التجبن عندي 3 علامات العلامة الأولى اللي هو عند الضغط على الخسرة في أحد جوانب الحوض تنفصل بسهولة يعني أنا جيت كده على اللبن بعد ما يحصلوا عملية التجبن وضغطت كده على اللبن تمام في الحوض هبصة لقي إنه اللبن حصله انفصال ما بين اللبن وما بين جدار الحوض دي العلامة رقم ايه واحد العلامة التانية بقى اللي هو عند غمس أصبع السبابة في الخسرة ثم إخراجها برضو بتخرج خالية من بقايا اللبن العلامة التالتة اللي هو عند وضع راحة اليد اللي هو الكف بتاع اليد كده على اللبن ثم إخراجها تخرج خالية من بقايا اللبن والجزئية دي مهمة وأنا عايز حضراتكو تركزوا عليها بعد كده الخطوة رقم سبعة بنعمل عملية تقطيع ليء الخسرة وتقليبها تقطيع ليء الخسرة وتقليب الخسرة طبعا اللبن بعد ما حصله عملية تجبن يعني تحول من الصورة السائلة إلى الصورة المتماسكة الهلامية علشان أقدر أتخلص من الشرش لابد أن أنا أعمل للبن عملية تقطيع هنا يا أولاد بتتم عملية التقطيع عن طريق حاجة اسمها السكاكين الأمريكية الطولية والعرضية وطبعا السكاكين الأمريكية ديت إحنا بنشوفها في المدارس طبعا في الدروس اللي هو العملية طيب إيه هو الغرض من عملية التقطيع زي ما اتفقت معاكم في البداية قلنا كل خطوة هنتكلم عن أهمية الخطوة دي إيه أو إيه هو الغرض من الخطوة دي فأنا بتكلم دلوقتي عن الغرض من عملية التقطيع أو الغرض من أغرض عملية التقطيع اللي هو سهولة معاملة الخسرة يعني اللبن طولة اللبن في صورة كتلة واحدة أنا ما حقدرش أتخلص من الشرش علشان أقدر أتخلص من الشرش لازم أعمل عملية التقطيع اللي هي بتتم بيه السكاكين الأمريكية الطولية والعرضية ودايما أنا بحب دايما أضربها بمثل يعني فأقول إيه لو أنا عندي مثلا صونية حلويات وأنا عايز أتعامل مع الصونية دي أو عايز أقدمها مثلا للضيوف فالطبيعي أن أنا أقطع الحلويات دي لقطع علشان أقدر أقدمها عشان يقدر أنه يتعامل معاها بعد كده هنا نفس الموضوع طولة ما اللبن في صورة متجبنة ما حقدرش أتخلص من عملية الشرش يبقى لازم تتم عملية التقطيع إذن أول غرض أو أول هدف من أهداف عملية التقطيع هو سهولة معاملة الخسرة ثاني غرض اللي هو توزيع الحرارة على جميع أجزاء الخسرة توزيع الحرارة على جميع أجزاء الخسرة الغرض الثالث سهولة خروج الشرش سهولة خروج الشرش طبعا عملية التقطيع من أول عملية التقطيع حتى آخر خطوة اللي هي خطوة الكبس كل خطوة من هذه الخطوات الغرض منها بيكون في النهاية إن أنا عايز أتخلص من أكبر كمية من الشرش علشان أوصل لنسبة رطوبة معينة في الجبن اللي هو الجاف سواء كان الشدر أو سواء كان الرأس طب إيه هو الغرض من عملية التقليب أنا هنا الخطوة رقم سبعة قلت تقطيع الخسرة وإيه وتقليبها أنا دلوقتي اتكلمت مع حضرتك وعن الغرض من عملية اللي هو التقطيع لكن الغرض من عملية التقليب ليه أنا بعمل عملية تقليب أول حاجة تلافي تجمع الخسرة في جوانب الحوط يعني إن أنا أمنع إنه كتل الخسرة تتجمع مع بعضها في جوانب اللي إيه الحوط ده أول غرض من أغراض عملية التقليب ثاني غرض اللي هو التلافي التصاق قطع الخسرة مع بعضها اللي إيه البعض إذن أنا بعد ما عملت عملية التقطيع يا أولاد بابتدي أعمل عملية التقليب عملية التقليب بتتم في المعامل الصغيرة في الأحواض الصغيرة طبعا بتتم بيه اليد فبتتم عملية التقليب بصورة بطيئة تمام علشان أقدر أفصل كتل الخسرة عن بعضها البعض أمنع عملية التصاقها وعلشان أمنع تجمع كتل الخسرة في أحد جوانب اللي إيه الحوض ده الغرض من عملية التقليب تمام ده بالنسبة للغرض من التقليب تلافي تجمع الخسرة في جوانب الحوض وتلافي التصاق قطع الخسرة مع بعضها البعض الخطوة رقم تمانية اللي هو خطوة الصمت عملية صمت الخسرة الصمت أو سلق الخسرة وترسيب الخسرة الخطوة رقم تمانية في عملية الجبن اللي هو الرأس بتختلف عن الجبن اللي هو اتشيدر أنا قلت في البداية احنا شغالين خطوات صناعة الجبن الرأس واتشيدر هي نفس الخطوات يعني كل الخطوات اللي فاتت هي مشتركة في الجبن الرأس والجبن تشيدر لكن عملية الصمت هي مشتركة برضو في التشيدر وفي الرأس ولكن بتختلف درجة الحرارة طيب انا عايز اعرف في البداية ايه هو المقصود بعملية الصمت ايه هو المقصود بعملية الصمت الصمت المقصود بيه هو رفع درجة حرارة الخسرة ان انا ارفع درجة حرارة الخسرة فمثلا في الجبن تشيدر انا برفع درجة الحرارة من 30 الى 40 درجة ماوي في زمن قدره ساعة تمام يبقى عند صناعة الجبن تشيدر انا بارفع درجة الحرارة بتاعت الخسرة من درجة حرارة 30 الى 40 في زمن قدره ساعة لكن في صناعة الجبن الرأس بنرفع درجة الحرارة من 32 الى 45 في زمن قدره نصف ساعة تمام يا اولاد يبقى ده بالنسبة للفرق بين الصمت في الجبن الرأس والصمت في الجبن تشيدر هو نفس الغرض واحد اللي هو انا ارفع درجة الحرارة التدريجية تمام لكن بستخدم درجة حرارة معينة في الجبن الرأس بغير درجة الحرارة اللي انا بستخدمها في الجبن اللي ايه تشيدر تمام طيب سواء كان الجبن تشيدر او سواء كان الجبن الرأس ايه هو الغرض من عملية الصمت انا بعمل عملية الصمت دي اول حاجة المساعدة على انفصال الشرش المساعدة على انفصال الشرش تاني حاجة المساعدة على سير الحموضة تالت حاجة التحكم في نسبة الرطوبة بالخسرة رابع حاجة اعطاء مكعبات الخسرة الصلابة والقوام الخاص بنوع الجبن تمام اذا عملية الصمت عملية مهمة جدا في الجبن الرأس والجبن تشيدر وهنا ممكن ييجي سؤال في امتحان اخر العام يقول لي اكمل يتم صمت الخسرة عند صناعة الجبن تشيدر من درجة حرارة نقاط الى نقاط في زمن قدره نقاط يبقى مطلوب من حضرتك تبقى عارف ان عملية الصمت بتتم عن طريق رفع درجة الحرارة من 30 درجة الى 40 درجة في زمن قدره ساعة ده في حالة الجبن اتشيدر تمام يا ولاد طيب زي ما قلنا الغرض من عملية الصمت بقى المساعدة في انفصال او المساعدة على انفصال او التخلص من الشرش يعني والمساعدة على سير الحموضة والتحكم في نسبة الرطوبة بالخسرة واعطاء مكعبات الخسرة الصلابة والقوام الخاص بنوع الجبن هنا بتترك الخسرة لترسب في قاع الحوض لتزداد حموضتها برضو الخطوة رقم 8 ركز معها شوية انا بقول صمت الخسرة الصمت هو المقصود بسل الخسرة اللي هو تعرض الخسرة لدرجة حرارة معينة تختلف في الجبن الرأس عن الجبن اتشدر تمام طيب اه وترسيب الخسرة طب احنا عارفنا ايه هو الغرض من عملية الايه الصمت طب ايه هو الغرض من عملية الترسيب الغرض ان انا ارفع درجة حموضة الايه الخسرة وعايز اقول انه انا لما جيت وقطعت الخسرة اه كانت على هيئة مكعبات على هيئة ايه مكعبات تمام يبقى ده بالنسبة لي اه تمانية اللي هو صمت الخسرة وعرفنا بتتم عملية الصمت ازاي وفي جبن تشيدر بتختلف عن الجبن اللي هو الرأس رقم 9 بقى او الخطوة رقم 9 في صناعة الجبن تشيدر او الرأس اللي هو تصفية الشرج تصفية الشرج بنقول ان انا هناك بعض الظواهر اللي من خلالها بقدر اعرف ان انا وصلت لي عملية التصفية يبقى يمكن معرفة وقت تصفية الشرج من خلال الظواهر الاتية ايه هي الظواهر دي بقى واحد وصول قطع الخسرة الى نصف حجمها يعني مثلا اذا كان قطعة الخسرة قبل عملية الصمت وليكن كانت 3 سنط في 3 سنط يبقى المفروض بعد عملية الصمت يبقى حجم المكعب واحد ونص في واحد ونص طب لو كان مثلا حجم المكعب قبل عملية الصمت كان 2 في 2 يبقى المفروض بعد عملية الصمت يكون او بعد انتهاء عملية الصمت يعني تكون واحد في واحد يعني وصول حجم مكعب الخسرة الى نصف مكان عليه وصول حجم ومكعب الخسرة الى نصف مكان عليه ده اول علامة من خلالها بنقدر نعرف ان احنا وصلنا لعملية التصفية اتنين يا اولاد عند الضغط باليد على الخسرة فلا تلتسق ببعضها بل تنفرط وده حيكون واضح في الفيديو ان شاء الله هنشوفه مع بعض في نهاية الحلقة ببقى نركز كده في الفيديو انا مجيب المكعبات واضغط على المكعبات باليد فلا تلتسق بل تنفرط طيب لو انا دست على الخسرة باليد ولقيت الخسرة لسه متماسكة مع بعضيها معنى كده ان انا لسه ما وصلتش لنهاية عملية الصمت طيب الحل ان انا اكمل عملية الصمت لغاية ما نوصل لي انه انا لما اضغط على الخسرة باليد تنفرط ولا تلتسق ماشي يا اولاد طيب وهنا بقى يمكن ان تصف نصف كمية الشرج طبعا ده برضو وجه اختلاف ما بين الجبن الرأس وما بين الجبن اللي هو تشدر زي ما كنا بنقول في عملية الصمت في درجة حرارة ليه الجبن تشدر ودرجة حرارة ليه صمت الجبن اللي هو الرأس هنا برضو لو انا بصنع جبن رأس فانا حاصف في نص كمية الشرج معايا اولاد يبقى انا لو انا بصنع جبن رأس انا بصنع نص كمية الشرج ولكن لو انا بصنع جبن تشدر فانا هاصف كل كمية اللي هي الشرج وده برضو وجه اختلاف ما بين الجبن الرأس وما بين الجبن اللي هي تشدر اذا في حالة الجبن تشدر انا بصفي كل كمية الشرج ولكن في حالة الجبن الرأس انا بصفي نصف كمية الشرج تمام وبعد كده ادخل على عملية اللي هو التمليح تمام هنا بنقول ايه بقى يمكن ان تصفى نصف كمية الشرج تمام وتملح الخسرة بنسبة 2% من وزن اللبن كما في الجبن الرأس زي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقت تمام او تصفى كل كمية الشرج وتلم قطع الخسرة كما في الجبن ال ايه اتشدر ده بالنسبة لعملية التصفية تمام بعد عملية التصفية هندخل هندخل على الخطوة رقم 10 اللي هو خطوة الشدران بفكر حضراتكم ان احنا بنتكلم في الخطوة رقم 10 تمام من خطوات صناعة الجبن الشدر او الرأس ويراعة عملية الترتيب في ذكر خطوات الصناعة ماينفعش اقدم خطوة عن الخطوة اللي بعديها او اخر يراعة الترتيب يا ولاد في خطوات صناعة اي منتج من منتجات الالبان تمام يعني لو مثلا قلت لحضرتك اذكر خطوات صناعة الجبن الدمياطي كما تتم في معمل الالبان المدرس يبقى انت هتقول الخطوات ديت بالترتيب تمام طيب اذكر خطوات صناعة الجبن الالبان المدرس هتذكر برضو الخطوات بالترتيب اي خطوات صناعة يراعة فيها عملية الترتيب تمام الخطوة رقم عشرة اللي هو خطوة الشدرانة خطوة دي مهمة جدا وهنا بقى عايز اوضح لحضرتك ان خطوة الشدرانة ديت بتكون موجودة في الجبن الشدر وغير موجودة في الجبن الرأس حتى من الاسم بتاعها الشدرانة يعني الخطوة دي هي ضمن خطوات صناعة الجبن الشدر وغير موجودة في صناعة الجبن الرأس يعني صناعة ت Duy M الرأس يجرى لها عملية شدرانة العبارة دي صح ولا خطأ ه ها تمام سمع حد يقول ان العبارة دي صح طبعا العبارة خطأ ليه لانه الجبن الرأس لا يجرى لها عملية شدرانة يعني لما يقول لي انه الجبن الرأس يجرى لها عملية شدرانة العبارة دي تعتبر عبارة خاطئة لان الجبن الرأسي لا يجرى لها عملية الشدران تمام الشدرانة دي خطوة خاصة بجبنة شدر طيب يلا ما نشوف يعني ايه شدرانة الشدرانة المقصود بعملية شدرانة هي تقطيع وتكويم الخسرة في احد جوانب الحوض مع تقليب الكتل كل 15 دقيقة بغرض التخلص من اكبر كمية من الشرش والوصول الى حموضة 19 من 100% مهم عملية شدرانة ممكن يجي يقول لي في الامتحان ايه هو المقصود بعملية شدرانة اذا الشدرانة هي عبارة عن تقطيع وتكويم الخسرة في احد جوانب الحوض مع تقليب الكتل كل 15 دقيقة بغرض التخلص من اكبر كمية من الشرش والوصول الى حموضة 19 من 100% طب ايه هو الغرض من عملية شدرانة او ايه هو الهدف من عملية شدرانة الغرض من عملية شدرانة ياولاد التحكم في نسبتي اقدر من خلال عملية شدرانة اتحكم في نسبة الرطوبة ونسبة الحموضة الموجودة بالخسرة تمام يبقى الغرض من عملية الشدرانة هو التحكم في نسبة الرطوبة والحموضة طيب انا اه جيت وعملت عملية الشدرانة فعملية الشدرانة ممكن تقعد من ساعتين لثلاث ساعات طب ازاي انا هقدر اعرف ان انا وصلت لي تمام عملية الشدرانة وزاي اقدر اعرف انا وصلت لي تمام عملية الشدرانة عندي عدة علامات من خلالها بقدر اعرف ان انا وصلت لي تمام الشدرانة اول خطوة بيسخن سيخ من الحديد الى درجة الاحمرار تاني حاجة بناخذ قطعة تخسرها ثم تلسق على طرف السيخ ثم تبعد برفق فيلاحظ تكون خيوط بين طرف السيخ وقطعة الخسرة ثلاث حاجة بقى اذا وصل طول الخيط من 4 الى 5 سنطي دل على ان الحموضة 9 من 10% وعلى تمام عملية الشدران ده خطوات اختبار الحديد الساخن اذا ما اسم الاختبار الذي يجرى لمعرفة تمام الشدرانة اسمه اختبار الحديد الساخن طب ايه خطواته يا اولاد بنحضر سيخ من الحديد ونضعه على اللهب حتى يصل الى درجة الاحمرار بعد كده بناخذ قطعة من الخسرة ونغمسها في طرف السيخ ونبعد كتلة الخسرة فاذا وصل طول الخيط من 4 الى 5 سنطي دل على تمام عملية الشدران الخطوة رقم 11 فرم او طحن الخسرة احنا بنعمل عملية فرم او طحن ايه هو الغرض من عملية الفرم السهولة خلط الملح تبريد الخسرة سهولة تعبات الخسرة فصل جزء من الشرج بعد كده بعد ما عملنا عملية فرم في حاجة اسمها التمليح يا اولاد لازم نعمل عملية تمليح ايه هو الغرض من عملية التمليح اكساب الجبن الطعم المقبول واعطاء او القضاء على المايكروباط الغير مرغوبة وتنظيم عملية التسويق اذا الغرض من عملية التمليح اكساب الجبن الطعم المقبول يعني احنا لو مضفناش ملح للجبن يا اولاد حيكون الجبن ده ملهاش طعم خالص فالطبيعي ان انا مضيف ملح للجبن علشان يديها الطعم للمقبول ده غرض والغرض التاني ان احنا نقضي على المايكروباط المرضية وننظم عملية التسويق بعد كده عملية التعبئة وعملية الكبس الغرض من عملية الكبس ان انا ادي الجبن اللي هو القوام المتماسك والتخلص من الشير الغرض من عملية الكبس يا اولاد اعطاء الجبن القوام المتماسك والتخلص من اللي هو الشير فيه بقى نقاط واجب برعتها عند عملية الكبس يعني وانا بعمل عملية الكبس هناك بعض النقاط التي يجب مراعدتها أول حاجة من حيث الضغط يجب أن يتم الضغط تدريجيا وتجنب الضغط الشديد لأنه يؤدي إلى خروج الشرش من الجزء الخارجي مما يؤدي إلى جفاف هذا الجزء الحاجة الثانية اللي هو من حيث درجة الحرارة مهم أن نعرف أن تتراوح درجة حرارة الخسرة أثناء عملية الكبس من 8 و20 إلى 30 درجة معه الخطوة اللي قبل الأخيرة تهزيف الأقراص وعملية التشميع بعد خروج الأقراص يتم إزالة الحواف البارزة يعني القرص أول ما يطلع من تحت المكبس لو في حاجة زيدة أنا بشيلها وبعد كده ببتدي أعمله عملية التشميع الغرض من عملية التشميع يا أولاد حماية الجبن من الأفات أنا بأغمس زي ما حنشوف دلوقتي إن شاء الله الجبن في شمع منصهر على درجة حرارة 99 إلى 104 درجة مئوي لمدة 10 ثواني والغرض من الكلام ده إن أنا أقضي على المايكروبات أو الفطريات اللي ممكن تصيب الجبن آخر حاجة اللي هو تسوية الجبن هنا عملية التسوية يا أولاد هنا بيتم عملية التسوية في حالة الجبن تشيدر أو الرأس على درجة حرارة 10 إلى 15 درجة مئوي والرطوبة برضو بتتراوح من 85 إلى 90 درجة مئوي وذلك في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 12 أسبوع يبقى أنا عايز حضرتك تعرف أنه أنسب درجة حرارة في حجرة التسوية بالنسبة للجبن الرأس واتشيدر من 10 إلى 15 درجة مئوي أما بالنسبة للرطوبة 85 إلى 90 درجة مئوي ده بالنسبة للجبن تشيدر والجبن اللي هو الرأس بعد كده بقى هنا في الفيديو اللي أنا بقول لحضرتكو عليه هنركز كده مع بعض شوية الفيديو ده بيبين لي خطوات صناعة الجبن الرأس أو تشيدر اللي أنا اتكلمت مع حضرتكو عنها دلوقتي بس عايز أقول إيه؟ عايز أقول ده اللي أنتو شايفينه حضرتكو عملية الحلابة هما في البداية خالص بيجيبوا حيوانات مخصصة لإنتاج اللبن زي ما أنتو شايفين كده الحيوانات ديت بيكون بتتغزع على علائق هذه العلائق تكون علائق جفة أو على علائق بتكون خضراء تمام؟ وعلشان يقدر يتحكم في جودة اللبن وبالتالي يقدر أنه هو يجيب طبعا جبن مطابق للمواصفات تمام؟ زي ما أنتو شايفين ده عملية النقل بالنسبة ليه اللبن عشان عملية الاستلام بترجع وهنا حيحصل عملية الاستلام لللبن زي ما هتشوفه دلوقتي من خلال اللي هو التانك الاستلام هنشوف هوات مع بعض تمام؟ هوات هو بيبتدي يرجع لورا علشان يفضي وده تانك الاستلام بفض اللبن وهوات وهنا بقى بيجيب عليه اختبارات اللي أنا قلتها ديت جهاز بسطرة اللي انتو شايفينه ده جهاز بسطرة بتتم عملية البسطرة على درجة حرارة تلاتة وستين درجة ماوي لمدة نص ساعة ده البادئ يا ولاد اللي هو عبارة عن بادئ جاف بيضيفه علشان يرفع الشكل اللي انتو شايفينه ده حضراتكو ده البادئ اهو كده هو بيضيف البادئ علشان يرفع درجة الحموضة بتاعت اللبن استعدادا لإضافة المنفح تمام؟ هو كده ضاف البادئ علشان يعمل عملية تخمر زي ما قلت لحضراتكو بعد كده هدلوقت هيديف الملون اهو تمام؟ الملون اللي هو صفغة الملون اللي بتاخد اللون اللي هو الأصفر المال للإحمرار اللي بيتم استخراجها من بزر نباتات تنمو في المناطق الاستوائية وهو حتى بيبينها لحضراتكو انه هو هنا ضاف الأناتو ادى هنا اللبن اللون اللي هو الأصفر اللي هو اللون الجبن الرومي يعني او تشيدر او الرأس هنا ده بعد كده هخش على عملية اللي هو إضافة المنفحة بعد ما داف اللي هو البادئ وضاف الملون زي ما انتوا شايفين تمام؟ هيجي هنا دلوقتي وحيضيف المنفحة نبص كده مع بعض ونركز شوية عند إضافة المنفحة تمام؟ هو هنا طبعا بيضيف المنفحة اهوة دي المنفحة يا أولاد بصوا كده ركزوا معي دي المنفحة اهي وانا كنت جبتها في حلقة قبل كده ووريتها لحضراتكو هو كده ضاف المنفحة حيطرك اللبن طبعا فترة معينة لغاية ما بتحصل عملية التجبن وحتم بعد كده عملية التقطيع بالسكاكين الأمريكية الطولية والعرضية علشان تدي المكعبات تمام يا أولاد؟ ده شكل اللي هو بعد كده بخش بقى على عملية الصمت الصمت اللي هو رفع درجة الحارات الخسرة من 30 إلى 40 درجة في زمن قدره ساعة هو كده بيعمل عملية الصمت يا أولاد وبيعمل عملية التقريب اللي أنا كنت بقول لحضراتكو علىها دلوقتي أنه بيعمل عملية التقليب علشان يمنع تجمع كتل الخسرة مع بعضها البعض أو في جانب الحوض والحوض اللي حضراتكو شايفينه ده يا أولاد الحوض ده هو بيسع من 5 إلى 10 طن لو وهنا بيدوس على الخسرة زي ما انتم شايفين تمام؟ بيشوف لو لقيها لسه بتلتسق مع بعضيها يبقى لسه ما تمتش ولكن لو كانت بتنفرط يبقى تمت عملية الشدران هو دلوقتي بيعمل عملية اللي هو داخل على عملية الشدرانة بس هيصفي الشرش الأول علشان طبعا ديها تجب من الشدر زي ما احنا قلنا فحيصفي كل كمية الشرش بصوا معايا كده وركزوا شوية الفيديو ده يعني بترجم كل الخطوات النظرية اللي احنا شفناها مع بعض هو هنا دلوقتي بيدوس على الخسرة تاني هو علشان يتأكد ان هو وصل لتمام عملية الصمت ولا لأ تمام وبشرح يعني ان احنا دلوقتي بنصنع الجبن اللي هو الاتشيدر ويبتدى يجمع اهوت الشدرانة بيعمل عملية الشدرانة اللي انا كنت بقول لحضراتكو تجميع وتكويم الخسرة في احد جوانب الحوض اهو عمال يجمع في الحوض طبعا الحوض زي ما حضراتكو شايفين حوض كبير جدا الحوض ده بياخد من خمسة لعاشرة طن من اللي ايه اللب هو كده بيجمع في الخسرة اهوت زي ما انتوا شايفين وعمال يصفي في الشرش اهوت تمام تمام شايفين ما عادش فيه شرش خالص في الحوض لانه هو بصنع الجبن اللي ايه التشيدر واحنا قولنا في حالة صناعة الجبن التشيدر بيصفي كل كمية اللي ايه الشرش هو بيبين بها دلوقتي احنا قولنا ان الشدران تقطيع الخسرة وتكويمها فيه جوانب الحوض هو كويمها زي ما انتوا شايفين كده وبيضغط على الخسرة عشان بيبين لحضراتكو كمية الشرش اللي بتنزل اهوت تمام وابتدي يعمل عملية التقطيع زي ما انتوا شايفين اهو كده بيعمل عملية اللي ايه التقطيع كل دي عملية الشدران عملية الشدرانة ديت اللي هي خاصة بجبنة شدر او موجودة في جبن شدر وغير موجودة في جبن الايه الرأس زي ما انتوا شايفين اهوت بيقطع الجبنة وحيحطها فوق بعضيها كل اربع او خمس شرايح فوق بعضيها علشان تضغط على بعضيها ويقدر ان هو يتخلص من اكبر كمية من الشرش بصوا كده حتى اربع قطع هيحط تاني يطلع خمس او ست قطع فوق بعض علشان يضغط على الخسرة زي ما انتوا شايفين اهوت يقدر يتخلص من اكبر كمية من الشرش ده كده عملية الشدرانة زي ما انتوا شايفين خطوة الشدرانة خطوة مهمة جدا جدا في الجبنة شدر وعايزكوا تركزوا عليها تمام هيدخل بعد كده على عملية الفرم او الطحن تمام هيشيل المكعبات ديه تمام اهوت وهيدخلها في الخطوة اللي انا لسه بقول لحضراتكو عليها الفرم او او ايه الطحن اهو بصوا يا ولاد عملية ايه الفرم شغالة هوت ده عملية الفرم او الطحن اللي قلنا الغرض منها سهولة خلط الملح وتبريد والسهولة التعبيت الخسرة ده الغرض من عملية الفرن او الطحن انا قولت الغرض من عملية الفرم او الطحن تمام سهولة و بتخلص من الغازات المتكونة سهولة عملية التعباة شوفوا بقى هو كده بيعمل ايه هو بيضيف الملح اهوت بعد ما عمل عملية الفرم بيضيف الملح وطبعا احنا عارفين ان الملح ده هو بيعتبر مادة حفظة تمام الغرض منه القضاء على الميكروبات المرضية زي ما انتم شايفين وبيدي الجبن الطعم المقبول يعني الغرض من اضافة الملح زي ما انتم شايفين هو القضاء على الميكروبات المرضية تاني حاجة اعطاء الجبن الطعم المقبول تمام اهو عملية التمليح بتتم هيه زي ما انتم شايفين ومع عملية التمليح بتتم عملية التقليب اليا زي ما انتم شايفين اهوه عملية التقليب شغالة تمام بعد عملية هو دلوقتي طبعا ايه حيدخل على الخطوة اللي بعدها اللي هي عملية اللي هي التعبية تمام لسه برضو بضيف الملح ومع التقليب بعد كده حيدخل على الخطوة اللي هي بتاعت التعبية شوفوا زي ما انتم شايفين حضراتكم بتتم عملية التعبية في قوالب الجبن الجاف طبعا زي ما انتم شايفين القوالب هي وبيبتدي يكبس الاولب دي اطمع بعضيها تمام الغرض من عملية الكبس اعطاء الجبن الطعم اعطاء القوام المتماسك للجبن تمام والتخلص من الشرش ده اسمه مكبس افقي جماعي يعني بيكبس اكتر من قرص في وقت واحد تمام بطريقة افقية زي ما انتم شايفين كده يا ولاد تمام وبعد عملية الكبس دي طبعا هيدخل على الخطوة اللي بعديها تمام اهوت ده كده بعد عملية الكبس حيطلع القرص وحيبتدي ياخد منه عينة علشان يشوف نسبة البروتين اللي في اللبن اتحلل ولا لأ وبعد كده ده شكل القرص اهوت ده الجبن الرومي او الجبن اللي هو الرأس او الشدر ده في النهاية خالص ده شكل الجبن اللي هو احنا بنشوف هو بوريه لحضرتك اهوت تمام تمام ده بالنسبة ليه بياخد عينة اهوت من الجبن علشان بيشوف نسبة البروتين طبعا احيانا بتاخد الطعم البروتيني بدقها اه والله اذا كانت لسه فيه طعم بروتيني فالطبيعي ان هو بيشوف هي لسه عايزة ايه بالزب بعد كده هوت هيدخل على الخطوة اللي هو عملية الايه التشميع عملية التشميع يا ولا تمام هنبص بعد كده هناخد القرص ده هوت بعد القرص ما بيطلع بتلت ايام من تحت المكبس بيبتدي بقى يدخلوا في عملية الايه التشميع عملية التشميع طبعا الخطوة اللي قدامكم دي اهي عايزكم تشوفها كويس اه هيجيب الراس بعد عملية طبعا ده هو هنا بقطع بعض الاقراص الصغيرة ويبتدي يعمل عملية التغليف استعدادا للبيع ولكن القرص الكبير زي اللي انت شايفه كده تمام مع المهندز بيبتدي اهوة يحطه وينزله في شمع منصهر ده شمع منصهر يا ولا شمع المنصهر ده هوت بيقعد فيه عشر ثواني على درجة حرارة اه خمسة وتسعين الى مية واربعة درجة ماوي لمدة عشر ايه ثواني هو كده الشمع المنصهر اصبح محيط بالقرص كله بعد كده يحفظه علشان انه هو اه يعني اه ما يحصلوش عملية ايه تلف اه بكده يكون انا اه وريت حضراتكو اه بالنسبة لصناعة الجبن الجاف خطوات صناعة اه الجبن الجاف من اول خطوة اللي هي خطوة استلام اللبن وبعد كده الخطوة اللي هي تعديل تركيب اللبن والبسترة لغاية ما وصلنا لي الخطوة الاخيرة اللي هو عملية التشميع زي ما انتم شفتوا بالضبط كده بعد عملية التشميع بناخد القرص ده هوت ونحطه في غرفة التسوية من تلاتة الى مثلا اتناشر شهر على حسب نوع اللي هي الجبن وكده ان شاء الله يكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم مهندس محمد احمدي موجه اول البان طرسات عليا في شعبة مناهج وطلق تدريس جمعة قناة سويس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته